لا إله إلا الله لا إله إلا الله أخي يعني والله القلب محزون يعني مدينة نابليس أصبحت على جريمة نكراء زي ما أنت شفوا تنبيرح بالأمس قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال عندما اشتاحوا المنطقة الشرقية ومنطقة قبر يوسف سقط هناك الشهداء والجرحى وفي جرحى أيضا وضعهم سعب في مستشفى رفيدية إحنا منتطلع عمان الكل محزون الكل بطالب بالمقاومة إحنا بفكاروا إنهم أطلوا قادة العرين أو قادة الكتائب من حماس أو من الجهاد أو من جميع الفصل إنها المقاومة انتهت بس لكن هاي مدد بإذن الله إحنا نبيرح شهدنا مدينة نابليس شهدت اشتباكات في جميع المناطق كتيبة بلاطة عرين الأسود أيضا إجت كتيبة من جنين الحمد لله المقاومة بخير ورح تظلها بخير ورح تتم مدد إحنا رسالتنا للقيادة الفلسطينية كافانا 30 عاما من المفاوضات كافانا مفاوضات مفاوضات عباسية هالمرة بدنا نقول لكم بكفينا سكوت نقول للإخوان بالأجهزة الأمنية أيضا يجب أن تطلقوا يد المقاومة وأبناء المقاومة من سجون أريحة وسجون أبناء جلدتنا السلطة الفلسطينية اليوم الاحتلال لا يفرق بين ابن أجهزة أمنية بين ابن حماس ابن فتح ابن الشعبية لا يفرق بين كبير وصغير الحل الوحيد هو المقاومة جربنا المفاوضات 30 سنة ما هي النتيجة اللي طلعنا فيها زي ما انت شايف نبض الشارع الروح اللي رجعت للمواطنين للشارع بس هي إحياء روح المقاومة جديني مجدو فلتوا ربيهم دماء دعوة لله دعوة لله